نواف مواطن من المملكة العربية السعودية يقول نواف بيوم من الأيام اشتغلت كحارس بالربع الخالي بأحد المحميات اللي موجودة هناك اللي كانت شبيرة جدا وإحنا جنا أربعة أشخاص اللي نحمل مكان هذا من الناس المسللة والناس اللي خارجين عن القانون والناس اللي تجي الصيد بهذا المكان المكان هذا كان يضم عدد شبير من الحيوانات ونباتات كذلك وبيبير مال مي أكو ناس لما تدخل تخرب المكان اللي هي متواجدة به فإحنا جنا نحرس هذا المكان وهذا المكان أصلا كان مثل الممتلكات الخاصة الشخص يعني شخص سواها وما قدر أن تتفاصيل أكثر عن الموضوع يقول بيوم من الأيام صار وياي موقف مرعب وما أعرف شن اللي يحدث واللي يحدث كان بموسم الشدة فقبل لا أبدأ بالقصة وسرد أحداثها اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى لأن الجن على ذكرهم يحضرون ويلا نبدأ بقصتنا وقبل لا نبدأ بالقصة أنا راح أخذ الدور بيها حط لي لايك من نيدك الحلوة حتى لا تنسي وذا شنت ما مشترك اشترك حتى عائلتنا تكبر أنا اسمي نواف وشنت بذاك الوقت أشتغل بشغل أو عمل حر الغاية ما أطلع لي وظيفة والوظيفة هذه كانت بالصحراء بأحد المحميات اللي موجودة بالداخل وبديت أروح الدوامي وتقريبا يعني عد علي شهر كامل أو شوية أكثر وأنا أشتغل أمور طبيعية وعد علي شهر ثاني وثالث أخير شي قمت واجه صعوبة الجو صار يبرد المكان صح كان مكيف من كل الأشياء لكن تبقى صحراء وتبقى خالي وما بيها أي أحد المكان اللي بيه إحنا مستحيل يشتغل بيه جوال يعني ما أقدر أتكلم ويا أهلي ولا أقدر أطمن عليهم ولا يطمنون علي وحيانا أنجبر أبقى أيام والوظيفة هذه راتبها زين جدا كان عددنا أربعة اللي نمسك يعني بالمكان وما تننواجه الصعوبات ولا تننشوف أحد أقصد بالصعوبات يعني مثلا شخص يجي يتعدى على المكان أو شي طول الأيام اللي إحنا ما سكين بيها كانت عادية وما قشي بأحد الأيام أشخاص أثنين كانوا أقارب عدهم عرس فقالوا اسمعوا شن رأيكم إحنا نروح وإحنا عدنا عرس وإنتوا يمسكوا بمكاننا وغطوا علينا وما أحد رح يجي وتعدي وإذا يجي وصارت مشكلة قلوا لهم ما ندري بهم هم راحوا بدون ما نعلم وإذا قالوا وإنتوا ليش ما بلغتوا عليهم رح نقول لهم ما ندري وما قدرنا نبلغ الدائرة أو نبلغ يعني الشخص المسؤول لأن شامبيناتنا لا سلكي فقط المهم بذاك الوقت قنعونا وراحوا والناس عدهم عرس قالوا رح نرجع باليوم الثاني المهم بهذا اليوم تحديدا كان الجو بارد سقيع بارد جدا لكن أنا ما يجيني نوم وصاحب اللي كان وياي قال راح أنا أدخل لي جوة وأنام كانت عندنا غرفة شبيرة أنام بيها وحمام ومطبخ يعني كأنه بناء كامل المهم في وقتها هو راح وقال راح أدخل شوية أشعر بصداع من وراء الصوت والرياح والبرد فتركت ينام لأنه زميلة بالعمل وإحنا أكيد واحد يساعد الثاني الحد ما أخذ تقريبا نس ساعة يعني أكيد غفة ونام شفت أضاعة من بعيد مش تعلب وسط المحمية والأضاعة هذه ما كانت أضاعة يعني مثلا كشاف لا كانت أضاعة من النار من اللي دخل جوه ومشغل كشافه المكان هذا مسيج وإلى سور يعني الشخص اللي يريد يعبر مصمم أو داس السور أو شلعه من مكانه ودخل من اللي يجيه وكشت والمشكلة الأكبر كنت أشوف مثل الخيالات على الهضبة أو التلال اللي كانت موجودة يعني كناس جاي يتحركون الصراحة مارت تروح وقعت صاحبي قد خل روح وأشوف معقولة كو أحد دخل للمحمية وكشت زين عاف المكانات كلها الموجودة بالصحراء يعبر سيم ويجي يكشت المهمة خذت مصباحي وخذت الإسلاح اللي كان عندي مرخص أو رحت أتمشي كانوا جالسين ورا كثبان رملية عالية صعدت على الكثبان الرملية وفوق ويوم اللي طالعت اتفاجئت بشخاص ثلاثة شاب بين نارهم وناس بين خيمة حتى ينامون بيها وممددين وامورهم بالسليم نزلت أتمشي عليهم سلمت وماردوا لي قلت لهم هذه الأرض ممتلكات خاصة وانتشون تجون وتكشتون أطلعوا من السور فبدوا يطالعون واحد بالثاني وقالوا لي اش أنت منه حتى تطلعنا المهم قلت لهم أنا أشتغل هنا أنا حارس ورجعنا أطلعوا في وقتها واحد منعدهم استفزني قال أنت حاط يعني بندقية بجذفك تحس بنفسك أنه أنت رح تقدر تطلعنا أنت ما رح تقدر تطلعنا وبدوا يتكلمون بي كلام وصخ وما كانوا مهذبين الصراحة ارتعبت من ملامحهم اللي كانت حادة ما قدرت أرفع عليهم الاسلاح والسبب أشكالهم اللي كانت غريبة ومرعبة وحجامهم اللي كانت ترعب بعد أكثر يعني واحدهم كان طويل لأنقامهم ووقفوا كانوا يعني مرتفعين أكثر من مترين وروسهم كبار أذانهم كبار كل ملامحهم كانت كبيرة طبعا انتابني شعور بالخوف وجت نقش عريرة بأسفل العامود الفقري وهذه أكثر شغلة كانت ترعبني لما انتجيني هذا القش عريرة أعرف أكو كارثة يعني هذه دائما تصير عندي مرة صارت عندي وصار حادث قدامه مروع شنط قود بالسيارة وجاني هذا الشعور المهم بعد ما شعرت بهذا الشي قلت خلي رجع وقعت صاحبي واجيب يعني استعين بي فرحيت أركم الغاية ما وصلت الغرفة وبديت أصحبي صحش بيك خايف مفزوع قلت لهم الحق أكو ناس جالسين وار الصراحة ما قدر تطلعهم وخفت منهم كاشتين هنا فقام يسألني قال شون داخلين فقلت لهم ما شفت عندهم سيارة المهم قام مباشرة هو أخذ كشافة وأخذ سلاحة وطلعنا نتمشي هراحين باتجاه الضوء وصلنا عندي الكثبان الرملية صعدنا فوق الكثبان بدينا نطالع ما كان أكحد مجرد نار مش تعلق وحتى آثار ما لأقدام ماكو والأشياء والوسادات اللي كانوا يمتكين عليها ما كانت موجودة الصاحب بدي يطالع بي ويقل لي جاي تمزح أنت شاع النار وجيت علي ما كحد يا رجل حتى آثار ما لأقدام ماكو قلت لأنت جاي تقول بلسانك آثار ما لأقدام ماكو يا فهيم لو أنا شاع النار غير تكون آثار أقدامي المهم فجأة سمعنا صوت غريب التفتنا حوالينا لقيت ثلاثة جدي من هذا اللي يصير قرونها طويلة واقفين عندك تبان رملية ويطالعون بينا وهي محمية وبيها حيوانات وهي شنوع موجود عدنا بدأوا يطالعون بينا بصورة غريبة وعيونهم كانت تلمع ويا النار لكن هذا المشهد كان طبيعي عدنا ونشاهده بالصحراء المهم قمنا وطفونا النار بالتراب ورجعنا نتمشي للغرفة لكناني بيخوف ورعب وهو بعدها ما مستوعب يقول لي لا يا رجال ماكو شي كنت أقول له جن يقول لي لا لا مو جن كيد انت شكلك مخربط اسأله أقول له النار شون اشتعلت ما شفت الحطب يقول لي ما أدري ولا هو جاي يكذب الخبر لا أكثر حتى لا يخاف بثنا واشن تتكلم ميا فجهش وهو فتح حلقة وعيونه ظل فاتح حلقة وعيونه ويطالع ومستمر يتقدم يا ولد تكلمني يوم اللي طالعت باتجاه الغرف اللي احنا تشنا ننام بيها اتفاجأت بنار مش تحلة بداخل الغرفة والضوما النار طالع لي بره ورح تركض وهو يركض وراي طبعا يوم اللي فتحنا الباب لقينا أشياء أنا تحترق بدينا آنوا نشير رمال ونشمر نشير رمال ونشمر الغاية ما طفناه طبعا تشنا مرعوبين وقلت له تعال خلنا تكلم خلنا نبلغ كذا احنا عدنا جهاز يأمن قال لي لا المواصدقان ما موجودين واذا هسا بلغنا سصير مشكلة أكبر خلص هو حريق ومشت ولما يجون انسوا ألف لهم ونقولهم احنا ما رد ننقلقكم في وقتها قناعني بثناه ما كانوا واقفين وتشتعل النار مرة ثانية بداخل الغرفة لكن الغريب بالأمر هالنار هذي ما كانت تمس حاجة يعني ما كانت تحرق أشياء مثل المرة السابقة النار هذي ما رد أقول لكم بشر ويمشي شايفين النار صير على شكل مثل المثلث أو شكلها كان مثل الهرمي من الجهتين وكانت كأنه تفتر يعني تفتر تروح على الجدران وترجع والمشهد هذا كان غريب جدا ومرعب وما يصدق طبعا يوم اللي شفناه بدينا نقرأ بايات من القرآن وندعي وبثناه ما شنا نقرأ قرآن اختفت النار مرة وحدة وصار المكان أظلم استمرنا بالقراءة وسمعنا صوت ما لحجوا كلام التفتنا ورانا عندي الكثبان الرملية وهنا كانت المفاجئة النار مش تعلن للمرة الثانية لكن احنا اللهب ما لها طالع من الكثبان الرملية وشنا نشوف خيالات ما لأشخاص كأنهم يتراقصون ظلنا جالسين وندعي ونقرأ قرآن لغاية ما عدت الساعات وما قدر يخفى النجف وبعدها أنا شوية سهة عيني حلمت حلم مرعب الحلم هذا كان عبارة عن رجل بزي غريب ولا هذا جسمه ما كانت تعرف جسمه كله شعر راسه صغير إلى غير نيين كبار وجسمه الباقي كان مكسب الشعر كأنه جسم ما الغورلة واطرافه كانت شبيرة طبعا الجيني يقدرون يشوفونك أي صورة مرعبة وانت تخاف منها في وقتها قعدت واني مفزوع لقيت النهار طالع علي وصاحبي جالس ويردد بآيات من القرآن وحتى يسوهي شبراسه في وقتها قلت لها اللي صاروا بديت تلفت المهم اجوى أصدقانا اللي كانوا غايبين علينا بالسيارة يتمشون من بعيد احنا عدنا سيارة ثانية لكن ليش ما طلعنا بالليل ما جنت تعرف فيوم اللي يجوي شافوا حالتنا شافوا عيوننا مبين عليها التعب قلنا لهم ايه يوم اللي دخلوا للغرفة تفاجأوا قالوا هاي الصاير علمتهم بالسالفة قلت لهم البارحة بالليل كذا وكذا ليش ما بلغتوا قلنا لهم انتم ما موجودين وخفنا سصير مشكلة اكبر هسا بلغ وقمنا بلغنا بالاجهزة اللي كانت عندنا هالجهاز الحمد لله والشكر كان يأمن المسافات بعيدة كلمناهم لان هم موجودين مكان ثاني ومحمية ثاني ما كان مكان واحد بيه محمية المهم يوم اللي بلغنا ما اجع علينا دعم الا تقريبا وهي وقت العصر اجوا علينا وصاروا يسولفون ويكلمون طبعا اخر شي ختموه قالوا احنا ما نقدر ننطي اجازة ولا نقدر نغير المكان ما لكم غير تصبرون وصلون وتدعون يا ناس حصلوا نفسكم ليش انتوا صغار صلوا انتوا ما صلوا بالمكان انتم يهود النوب فوق الضيم كله والرعب اللي حصلنا حصلنا رزالة بعد هو انتم ليش ما قرأت القرآن وخليتوهم يروحون اشبيكم انتم معقولة خايفين من جن ترى الجن موجودين ويانا وعايشين وياكلون ويشربون وكانوا ينطون امثلة يقولون انتم موعدكم قرين انتم مو تدرون الشيطان يوسوس هاي كلها كانت وسوسة يا رجال المكان ما نحترك يقول اي من الوسوسة واحد من عدكم قام شع النار انتم تدخنون وتكطفون انت فلان مو عندك نرقيلة انت فلان مو عندك كذا في وقتها عافونا وراحوا قالوا امنوا نفسكم واحنا ما نقدر يعني بذلك الوقت خليكم تروحوا لحلكم المكان هذا يحتاج حماية بعد الرزالة القوية صعدوا السيارة ويقول انا بديت اضحك وصاروا اللي اصدقائي يضحكون وقالوا يا رجالة عادي والليلة هذه جنا خايفين والكل كان يقرأ قرآن ويحصل نفسه لكن ماكو شي المهم امننا يمكن اربع ليالي وقلنا احتمال دولة جن مستطرقين مارين مننا لان الجن عادي يتنقلون من مكان المكان وشافونا وحبوا يساوون بنا ذاك المقلب المهم عدت الساعات والجو كان بارد وكل واحد كان مواسك بصفحة وكل واحد متخبي له ومذره نفسه من الرياح اللي كانت موجودة اللي مغطى نفسه بالكامل ومطلع بس عيونه وانا جنت نايم عند كثبار رملية وعنا على جانبي ومغطي نفسي من البرد من يجيب هذا الصحراء القاحلة الحد ما سمعت صوت كأنه شخص جاي تمشي قريب نزل علي شوي ترمول عوذ بالله من الشيطان الرجيم قمت من مكاني اناظر ماكو احد تخيله من الخوف والرعب اللي يجاني شعرت بدفو طبعا الانسان احيانا من يرتعب يبدي يشعر يعني جسمه يعريك تزود عنده كأنه يكو حركة داخلية يقول في وقتها بديت تمشي اخذتني رجلية الغاية بير ما المي موجود بالمكان يقول يوم اللي وصلت عند البير كنت أسمح صوت ما الكلام صوت ما الواحد كأنه يون اسمع صوته اكحد هنا اكو مدرشنو يقول وما حسي اضغير واحد وانو يعني ما دراسي مثل اللي مسح على صفحة وجهي يقول هالشي هذا خلانا يقفز من مكاني مرعوب يقول بثنام واتش انت اتحرك وما حسي اضغير واحد يعني يحظني حظني وصار يعني منا من ايدي بحيث ما قدرت اتحرك بعد ويوم اللي طالعت ما شار رجل كانت مرة وجسمها بيه خشونة وإلها شعر والمرأة هذه كان إلها نياب بعد يقول من شدة الرعب والخوف والموقف اللي ياني به بدأت اصارخ بصوت عالي لكن صوت كان ما يطلع من البرد الحدمة هذه المرة بدت كأنه تريد ترفعني من الارض يقول واصرخ وتعوذ من الشيطان وتتركني وتروح لي غاد عني وتبدو تطالع والمشكلة ما ظلت واقفة على قدامها صارت كأنه حيوان على اربع والطالع بي وعيونها كانت تلمع يقول بثنام أنا ظلت واقف متعجب من اللي صاير وأقرأ قرآن يقول أصيح على أصدقائي وأرجع أقرأ لكن ما جاي يجيني أحد ولا جاي يجي ولا جاي يسمعون صوتي يعني أنا جنت مرعوب واحتاج المساعدة يقول الجهاز كان عندي ونادي عليهم أنت وين سئلوني قالوا أنت وين قلت أنهما أنا عند البير تعالوا سرعة هذا جني قدامي طبعا أنت لما تقول لواحد هذا جني قدامي ما راح يصدق بيك والسبب أنه الجن رب العالمين حجبه بس المعلومة اللي محد يعرفها أنه الجن يقدر يشكل يعني يظهر بشكل حيوان ويظهر بشكل إنسان ويظهر بشكل حيوان بعد أكثر من الإنسان وهذه قدامي بشكل حيوان على أربعة وما كنت تعرفها هي شنو لا هي غورلة لا هي فيل لا هي حيوان شكل غريب وإلها نياب وذي جسة كانت مرع ولازمتني ولحد الآن جاي أشعر بأيديه أشعر بأيديها اللي كانت حاضمتني وأشعر بألم أبظهري المهم ماكوا تقريبا عشر دقائق وصلوا ليمي لأن المكان هذا كان بيعدة آبار وبيبركما المياه كذلك في وقتها جوي صاير لك يتلفتون وينها قلت لهم هنا أنا وراحت بس يجيتوا بعدين قالوا اسمعوا إحنا ليش ما نتجمع بمكان واحد وإحنا لا نحرس ولا شي أصلا بالليل ماكوا شي والمكان ما معرض من هجمه والمكان إذا طلع مسكون بجن تهكدوا مية بالمية ما أحد راح يجي وحتى اللي يجي ما راح يقدر يسوي خلونا عند الغرف وهو من يدربينا وياه اللي نادون عليه بالجهاز يقول أنا بمكاني وأنا بموقعي والجو بارد وما أحد راح ينادي والكل نايم وهم يعرفون أنه الكل جا ينام يقول في وقت هاتفقنا فقمنا نضل بمجموعة يقول بدأوا يحاولون الجن يشتتون يسوينا أصوات يحاولون يتواصلون ميانا بأصوات احنا نعرفها يقول بأحد المرات ناداني أخوي يقول تعالي ساعدني أنا سيارتي عطلانة وشوف أطبوه يعني يكبس يعني كأنه هو واحد شايل بيده مصباح يقول وقل أصدقاء هترى هذا أخوي يقول يقولولي لا هذول الجين يقدرون يسوون كل شي يقدرون يعني يشكلون ويقلدون أصوات المهم ما يكن بالطويلة يوم يعدي ويوم نشوف شي ويوم ما عرف شي جينة الغاية ما أجدتي عطلتي فرحت جدا وطوني سبع تيام كاملة نزلت لهناك الأهلية وجلسيت وسولفيت وكانت الأمور بالسليم واردت بذاك الوقت قالت يوم ما أنت وين ما تروح حصل نفسك ترى الجين موجودين ويانا نفس الكلام والرزالة اللي أكناها هو أنت ليش مبين عليك ما أصلي أنا في وقتك أنت أصلي لكن الصلاة اللي كانت عدي ما عيدها وقور رحت والإنسان لما يبدي يهمي الواجبات اتجاه رب العالمين ما راح أقول لكم رب العالمين يتخلى عنه لكن أنت اختاريت طريق شيطاني أنت اختاريت أن الجني وسوس لك أنه قرير أنك يتغلب عليك يقول في وقتها كان كلامهم واضح يعني مية بالمية يقول بالبيت ما صار عند شي تواصلت ويا أصدقائي كان أكوشفت غيرنا لازم المهمجة اليوم اللي إحنا نلتحق بي بهذا اليوم اتأخرت أصدقائي صعدوا وراحوا وانا جبرت بذاك الوقت أروح بسيارة الخاصة من هناك يقول السيارة ماتي ما كان السيارة مهيئة للبر لكن رحت بيه وبديت أمشي والأمور طيبة لكن السيارة ما قدر أمشي بيها سريع ها حسن تروح يمين ويسار وخفت عليها يصير بيها شيء يعني خفت عليها تنفرك من الرمار الصحراوي السيارة أحيانا إذا أنت تظل تزاور عليها تعطلها يقول وانا سيارتي ما مستعدة أضحى بيه بديت أتمشي وتقريبا ويا وقت المغرب اتفاجأت بوجود رجل بداخل الصحراء يتمشي يعني حاطة ديه وورا ظهره ويمشي والرجال مبين عليها أثار تعب وسفر تقربت لي أمه ونزلت القزاز وبديت أطالع بوجه إنسان عاد وطبيعي لحيته بيهظة وسألت قلت لها يا عم محتاج مساعدة يقول أول ما شافني كأنه رجعت للروح أجي يرقض عليها وقال إيه يقول يفتح الباب ويصعد صعد بجامبي وبديت أسأله أنت من وين أنت كذا يقول بالبداية كان يجاوب لكن ما ينطيني إجابات حقيقية شا أنت عرفه أنه هو يكذب ويطالع بيه بنظرة غريبة ويلتفيت أنا جالس أقود هو يزور عيونه بهاي الطريقة ويرجح لي قدام حركات غريبة يقول أخير شي قلت له سلامات شو أنت نظراتك معرف شون هنت وين رايح مو قلت لي مسافة بدأ يقول لي التريش متأخر أنا رايح للمحمية يقول أول ما قال هاي الكلمة قلت له أي محمية تقصدها قال محميتنا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلامه ما أعجبني يقول بداخلي وأقرأ آيات من القرآن يقول أقرأ أقرأ المعوذات والرجال مرة وحدة قد يقول لي ها أدقول شي شكلك خفت من عندي يقول قلت له لا ما خفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول وفجأ وينزل علي كأنه جاثوم ويبدأ يخنق بي يقول وقرأ آيات من القرآن وانفخ بوجهه وقرأ آيات يقول الحد ما تركني يقول ما أعرف وين راح ما أعرف شون طلع من السيارة يقول من الرعب اللي إجاني واللحظة اللي عشت هوية يقول ظل جسمي يرجف تخيلوا أريد أدوس عرس يعني البانزين شنت ما أقدر مشغل السيارة لكن أيدي وجسمي كله يرجف ما أقدر أتحرك يقول بعدها هدأت نفسي وقدت بالسيارة يقول مسافة والقاية تمشي الغاية ما وصلت عند البوابة اللي أنا يدخل من عدها حتى أخلي سيارتي بالداخل وشنت أشوف أضوية يعني جماعة كانهم موجودين يقول واتفاجأ يوم اللي يلقاه عند الباب واقف عند الباب سانت ظهر عند الباب ومتشتف يقول ويضحى كليه يقول دخلت لي جوه نزلت أركض عليهم مش بيك ما بيك يقول أقرأ آيات من القرآن لازم ترسلاح وأتراجف شبيك أنت وقدت لهم كذا وكذا اللي حدث بعدين قالوا المكان مسكون أنت شون جيت احنا عباننا أنت ماد داوم المهم هو بهذه الليلة صار اللي ما توقعنا والوجبة اللي كانت ماسكة قبلنا هيقولون شفنا الويل نسمع صوت ما لحيوانات الصارخ نسمع صوت ركض وإحنا جالسين ننظره المهم اللي ما توقعناه هو الحجر اللي بدأ يعني يجي علينا وينهان علينا من جميع الاتجاهات واحد بنا قاعد فجأة وتشوفه يفقد نفسه وتسمع صوت شبيك يقول ان ضربته بظهري ونشوف دم يرمون علينا لغاية ما يخلونا نجلس بالداخل نسد الباب ونبدأ نسمع صوت خطواتهم ودق على الباب وصوت ونسمع صوت ما الكلام كأنه هوك واحد يعني يتكلم تخيلوا من هين قد ما تشنا نسمع كلام ما لاش خاص قلنا احتمالك واحد يريد ياخذ المحمية هذي وهو اللي جا يسوي يقول نفتح الباب ما نلقع احد وصوت نفس الشي تتعالى واحنا النادي ونتكلم لغاية ما قالوا خلاص اترك المكان وخلا نحول بمكان ثاني الحيوانات الشوار راح تمسكها شوار راح تقدر السيطر المكان هذا المهم في وقتها انا قلت لهم هذا حدي بعد ما رد هذا الشغل وما اقدر اشتغل يقولوا تركت العمل ابذاك المكان وبذيك المنطقة يقول اللي حصل وياه كان قاسي وشقد ما قدرت ابقى واحاول ما يعني ما قدرت ابقى لان الموضوع كان مرعب وطبعا اكيد انت ماتر من نفسك بتهلك يقولوا ذاك المكان كان تهلك حرفيا بس احنا ما نعرف شو اللي حدث يعني بالبداية مسكنة وكان الامر ماشي طبيعي وبعدين صارت تظهر عندنا هذه الامور وهذا الخوارق المكان المسكون بالجن ما يراد اذا انت تجاهلت وكانوا هما مسلطين بهذه القوة احتموا لي ذونك جسدين عادي وتحصل من عدهم ولهنانة وتنتهي قصتنا لليوم اذا عجبتكم ادعموني بلايك اشتركوا لي بالقناة فعلوا زر الجرس وانتظروني غدين بقصة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة